موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية من صحيفة الانديبندنت التي نشرت مقالا لروبرت فيسك بعنوان الغرب اخفل حلفاء بشار الاسد الايرانيين ويقول فيسك انه قبل خمسة سنوات كانت التوقعات عالية بنجاح الربيع العربي وكانت هناك نشوة بموجة تحرر في العواصم العربية لكنه يضيف متسائلا من كان يصدق في ذلك الوقت ما يجري الان فقد اندفع الغرب بنشوة لاسقاط القذافي متأمنا في انهاء حقبة اسرة الاسد في حكم سوريا بشكل سريع ثم البدء بعدها مباشرة في بناء المدن والقرى ويحاول فيسك العودة بالذاكرة الى بداية الربيع عام 2011 حين زار السفيران الفرنسي والامريكي مدينة حمص ليجلس مع عشرات الالف من المتظاهرين السلميين المطالبين برحيل بشار الاسد ونظامه ويضيف ان الغرب نصح المعارضة سوريا وقتها بعدم التفاوض مع الاسد لانهم افترضوا ان نظامه على وشك الانهيار وهو ما يعتبره فيسك خطأا جسيما ويشير فيسك الى ان اللحظة التي صدرت فيها الاوامر للجيش باطلاق النار على المتظاهرين هي اللحظة التي بدأ فيها فعليا تشكل الجيش الحر وبدأت الانشقاقات ثم بعد ذلك بدأ السوريون يشعرون بانهم بحاجة للاسلحة لحماية اسرهم وتل ذلك تدفق رجال الميليشيات للدفاع عن نظام الاسد وتحول الامر الى حرب طائفية لتعكس طبيعة منطقة الشرق الاوسط المسيطرة ويؤكد فيسك ان الغرب استخدم الطوائف لتشكيل الحكومات في المنطقة طوال الاعوام الماء المنصرمة مشيرا الى ان الفرنسيين استخدموا العلويين كقوات خاصة لهم للسيطرة على البلاد وبالانتقال الى صحيفة الجارديين نطالع فيها مقالا للكاتب شارلز كلاس بعنوان الروسيا والولايات المتحدة يمتلكان القوى الان لفرض سلام في سوريا ويقول كلاس انه رغم التأجيل المتكرر للجولة الثالثة من مفاوضات جينيف بين نظام الاسد والفصائل المعارضة المعترف بها غربيا الا ان اليوم الذي تنعقد فيه قد يتحول ليوم مصالحة وطنية في سوريا اذا قام الجانبان الروسي والامريكي بتقديم رؤية جديدة ويضيف انه لو قرأ الطرفان من الاوراق المكتوبة امامهما كما حدث في الجولتين السابقتين فان الوضع سينتهي الى فشر جديد ويضح كلاس ان المؤتمر بدأ فقط لان موسكو وواشنطن اردى ذلك معتبرا ان الطرفين ادركا مؤخرا ان حجر العثرة الذي اعاق التوصل لحل في الجولتين السابقتين وهو مصير الاسد لم يعود يستحق عن استمرار الحرب الاهلية في سوريا ويقول ان الجميع ادرك ان هذه الحرب التي تجري بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا بالوكالة قد خرجت عن السيطرة خاصة بعدما تعرضت اوروبا ودول الاتحاد الاوروبي لموجة هائلة من المهاجرين والنازحين بسبب المعارك الجارية هناك ويضيف ان الولايات المتحدة لم تكن راغبة في الدفع بالمزيد من المقاتلات الى السحة السورية والمخاطرة بتصعيد روسي مقابل قد يدفع الى حرب عالمية ثانية فانه ينبغي عليها ان تغير سياستها ويؤكد ان هذا بالضبط ما بدأ وزير الخارجية الامريكي جون كيري في التعبير عنه منذ نهاية العام الماضي عندما قال ان واشنطن وحولفائها لا يسعون لتغيير النظام في سوريا ويخلص جلاس الى ان روسيا والولايات المتحدة ينبغي عليهما ان يفرض حل سياسيا على الاطراف المختلفة في مباحثات جينيف لانهما طرفان المسؤولان عن اشار الصراع ووصول الامر الى ما نراه الان ونقرأ في صحيفة ينشفق تركيا مقالا ابراهيم قراجول بعنوان لماذا تم تسلم منقصة الحرب ضد الاسلام الى روسيا رأى فيه الكاتب بان الموجة الاسلامية التي تعلو ما هي الا خطر بالنسبة للحضارة الاوروبية والذي ادى ذلك الى اعلان حرب عليهم على مدى العالمي تحت حجة الغضب الاسلامي وان الذين صرحوا بهذا الخطر هم ايضا الذين يواجهون تلك الحرب الموجهة تجاه ذلك الخطر ويكسبون الارباح ضمن ذلك الحجة الغضب نفس الغضب يجهز نفسه في هذه المرة على حرب مع روسيا وبلا صح موسكو التي تسحب هذا الغضب ضدها بارادتها لقد خسرت روسيا في اول قسم للعبة بدخولها في سوريا ووقعت في الفخ العقل الصليبي الروسي الذي يديره فلاديمير بوتين يبدو انه لم يسيطر على نفسه التي ادى تهوره الى تحريض الحرب ضد الاسلام ومحاولات الاحتلال في الاراضي الاسلامية لا تستطيع القوى الحربية لبوتين بمنع التشتوت الثاني لروسيا كما لم تستطع السحة الاتحاد السوفيتي بمنع تشتوتها هاجم اوكرانيا وجورجيا واعتد على النيتو واوروبا في البلطيق ودخل الى الشرق الاوسط بكامل قوته ولكن لم يواجه اي مقاومة وكأن العالم يسهل له بانشاء جبهات على عدة مناطق في حال انفجار شمال البحر الاسود ومنطقة البلطيق وجنوب القوقاز وشمالها بالتوالي وهذا احتمال قوي فستضطر روسيا بالمحاربة بعدة جبهات عدا عن ذلك روسيا ستضطر ايضا بمقاومة الغضب التركي وليس فقط الغضب الاسلامي ويختم الكاتب بالقول ملخص الخطة الغازي بوتين اليوم سيستعمل كاكبر سلاح ضد روسيا الهدف ليس سوريا بل روسيا بالذاتها والحساب الحقيقي والعالمي سيوجه الى روسيا بوتين ودولته بخطر موسيقى وبالانتقال الى صحيفة الحياة نطالع فيها مقالا لخالد الدخيل بعنوان حقيقة الارهاب وكذبة المقاومة رأى فيه الكاتب بان ايران تعتمد الطائفية هوية لها تعمل على مدى نفوذها ومده في العالم العربي على اساس من هذه الهوية تعمل ايران على اضعاف العراق بانقسامه على اساس طائفي من مصلحتها ايضا اضعاف سوريا والحاقها بنفوذها كخط دفاع عن عمقها الاستراتيجي والقرارات العربية الاخيرة بوضع حزب الله اللبناني على قائمة الارهاب هي خطوة في اتجاه وقف التستر على دور ايران ومواجهة الواقع كما هو وضع الاوراق على الطاولة واقع الاحداث ومسارها لا يقولان ان اولوية ايران هي مقاومة اسرائيل وانما مد نفوذها مستفيدة من الفراغ العربي ومن خلال توظيف ورقة طائفية وورقة الصراع العربي الاسرائيلي في داخل هذا الصراع والفراغ ومع ان افتراض ان حزب لا حركة مقاومة فان ذلك لا يبرر نشر ظاهرة الميليشيات في العالم العربي او الانخراط في سياسة تدميرية اولا في العراق ثم سوريا كما تفعل ايران باذرعها من الميليشيات كما انه لا يبرر تحويل حزب الله ليصبح دولة داخل الدولة اللبنانية وبالامكانيات تفوق ما تملكه الدولة من يشارك في قتل السوريين او العراقيين او غيرهم لانهم يختلفون عنه في المذهب او الدين ولمصلحة حاكم يشترك معه او اقرب له في الهوية الطائفية او المذهبية لا يمكن ان يكون مقاوما وانما هو ارهابي في خدمة المذهب والطغية ثم ان هناك تقاربا ايرانيا مع الغرب من نتائجه ان المشروع الامريكي في المنطقة الذي كان يتم الحديث عنه اتضح انه تتقاطع عنده مصالح روسيا وايران واسرائيل وما يسمى بالمقاومة وختام حلقة اليوم اشبكة شام ومقال لزيم مصطفى بعنوان الفرقة ثلاثة عشر صديق فلنهلل ونحضر القربان القادم على مذبح نصرة الدين قال فيه الكاتب اليوم نستطيع ان نرتاح ونريح الضمير بعد ان تم انهاء الفتنة وضرب الغدار والمتعامل مع الغرب فالفرقة ثلاثة عشر باتت صديق وانضمت الى قائمة الازالة دون ضججا او اعتراض من احد كمجارة العادة وكيف يعترضون والفرقة بغت واخطأ افرادها وارتكوا المبيقات واكملوها بالخروج في المظاهرات ورفع رايات التي تعارض وتقتل الشهداء مرة اخرى الذي اتوا نصرة للشعب ودعم له لا لحكمه ولعن الله موقذ الفتن نقطة تم طي الملف وحان الوقت التحضير للملف الثاني الفرقة الوسطى جيش النصر فيلق الشام والقادم غير ببعيد احرر الشام ومن الممكن ان يكون الكلام السابق عبارة عن ملخص بسيط جدا للرؤية التي سيقت لانهاء الفرقة الثلاثة عشر وطردها من مقراتها والاستيلاء على اسلحتها وهي ايضا رواية تعجب الصامطين والجالسين على كراسي الانتظار ريث ما يأتي الجزار لانهائه فلا مكان للمقاومة فالمتفرقون لا يملكونها من الحول والقوة الا ميزة الانتظار عاشت بالامس مدينة معرة نعمان ليلة دموية وكانت الارتال التي سيرت وسيرت من قبل المختلفين بالقيادات والمتفقين بالمنهج كافية لمحاربة فيلق ايران وملحقاته الرابطين بمحيط الجميع ولكن يبدو ان مقاتلي معرة نعمان اشد خطرا من اولائك ومن الممكن ان يكون اصحاب العلم اكثر خبثا ويملكون اجندة اكبر شرا من الكفر انفسهم لا يمكن توقع ماذا سيحدث او ما هي اتجاهات الامور بعد احداث واحداث الامس ولكن السؤال هل ستحمل نصرى واصدقاؤها السكان من القصف والغرات وما هو موقف الصامتون عندما تقترب السكين من رقابهم في القريب غير البعيد ليس تحريضا على القتال او الاقتتال انما دعوة لردع المعتدي والباغي وتطبيق حد القاتل يقتل ام ان الرأي قد استقر على لو بعد حين بهذا المقال مشاهدين الاكارم نكون وصلنا لنهاية الحلقة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة